بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نشرح الآن إصابات الجهاز العصب المركزي والجهاز العصب المركزي يعني دماغ تكون من الدماغ والحبل الشوكي ومدومة الجزيين اللي بتكون منهم الجهاز العصب المركزي في الجزء اللي يهمناه طيب تلف أو أي إصابة في أي جزء من هذه الأعضاء بيسبب حدوث إعاقة أو إصابة حركية نعمين؟ والأسباب اللي بتؤدي إلى إصابة الجهاز العصب المركزي حاجة متعددة منها للتهابات الشوكية نقص الأكسجين التسمم التشوهات الخلقية أحاجات كتير ممكن تسبب إصابات الجهاز العصبي المركزي وخصوصاً زي ما احنا قلنا الأشياء الخاصة بالالتهابات الشوكية أو الأشياء الخاصة بنقص الأكسجين والتسمم وهكذا والصدمات كمان وإيه والكدمات طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض إيه الشلل الدماغي الشلل الدماغي يطلق على الإصابات النمائية والعصبية أو العصبية نعمين؟ التي تصيب الدماغ في مراحل مبكرة من حياة الطفل بس المهمة عندنا بقى إيه؟ خاصة أهم نقطة في الإصابات الخاصة بالشلل الدماغي عدم اكتمال نمو الكشوة الدماغية الكشوة الدماغية دي مسؤولة عن إيه؟ ناخد بالنقوة من الحركة إيه؟ هي دي المشكلة الكبيرة أن إيه؟ أثناء تكوين الجنين بيحدث عدم اكتمال لنمو الكشوة الدماغية وخصوصا في الجزء المسؤول عن إيه؟ عن الحركة طيب الشلل الدماغي ما هوش وراصي يعني يعني من السببه وراصي أنه ممكن يكون الأب لو أب عنده شلل دماغي وأبناءه مثلا لا باستثناء بعض الحالات الندر أنا دايما أقول أنه مش دايما نقوله الكل نحن بنقوله المعظم بنقول الأساس ولكن في حالات ندر حالات استثناء إيه؟ وهو ليس مرضا معديا أو متطورا وهوش مرض معدي ماشي؟ جميل الشلل الدماغي لو إحنا قدمنا علاقة طبيعي للحالة المصابة بشلل الدماغي وقدمنا لأخذ البطط بيها سليمة وتعملنا مع المصاب بعلمه وبمنهج هنجل أن في بعض الحالات بتتحسن حالتها إلى الأفضل ولكن ليس هناك شفاء تام زم إحنا عارفين ترجمة نانسي قنقر